الأمراض المعضية التي تصيب البشرية تأتي تزامناً مع مناجات الأرض المريضة. فالحقائق العلمية تؤكد أن حرق الغاز والنفط والفحم يؤدي لحدوث ظواهر مناخية متطرفة تنعكس بدورها سلباً على صحة الإنسان. وفي هذا الإطار أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ويسكنسون الأمريكية مدى تأثر صحة الإنسان بالمناخ. ووجدت أن التغيرات المناخية الحادة كالفيضانات وموجات الحر والجفاف قد تؤدي إلى تفاقم عدد كبير من الأمراض المعضية كالملاريا والكوليرا والأمراض التي يسببها فيروس الجمرة الخبيثة. وكشف الباحثون عن عدد تقريبي للأمراض التي تزداد سوءاً بسبب التغيرات المناخية. فبلغ عددها 218 مرضاً معدياً من أصل 375 مرضاً أي ما يعادل 58% من الأمراض الفيروسية الموثقة. كما أشارت الدراسة إلى تفاقم حدة كوفيد-19 وتراجعها في الأوينة الأخيرة تبعاً لتغيرات المناخ.